وهي أن الشيخ زهر أشار إلى موضوع هام وهو أن العبادة له سبحانه وتعالى وحده جل وعلا قص العبادة له سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إياك نعبنه وإياك نستعين هنا ربنا قصر وحصر وأحد هذا الشيء بي سبحانه وتعالى شوفوا البلاغة الغرآنية سوط الفارس إياك ما قال جل وعلا نعبدوا إياك يفرق كبير نعبدوا إياك أحد الزوجات عندها نغة عربية جميلة تعرف لغة عربية زوجة من الزوجات قال لها زوجها قالت أقول لكلمة قال لها أحبوا إياك قالت لا 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 ما تعجبني قالها ليش تقول لا لا عندها لغة عربية تذوق يقول الحس اللغوي إنا لا نحسل تقول الآن أمريك هناك كلمات عظيمة تحتها لما تسمعها تكاد أن تخر لله عز وجل من قوتها وبلاغتها ولسانها عندها سبحانه وتقول هذه المرأة قول لك المقالة أحبك أحب إياك قالت لها ليس جميلة قالت لها قالت لها قول إياك أحب علمته يعني بمعنى أحب إياك تحب غيري تحب غيري يعني تحب فلانا فلانتانا لكن لما تقول إياك حصدت الحب لي أنا قال سبحانه إياك نعبده ما نعبده غير الله سبحانه وتعالى شيء عظيم اللغة العربية تحتاج منه أخوان الأفاضل إلى دراسة وباحث وتطلع ونحو ذلك من الأمور